موسيقى يعني ميسان مع التشدد بالإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد يبقى العامل المشترك والأكبر بين الجميع هو الحرص على النظافة الشخصية والتعقيم والكثير من الناس راحوا بهذا الموضوع لأبعد وتفننوا بخلط المواد المعقمة هذا الشيء أدى لكثير من حالات التسممات يعني لح تتحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا اليوم دكتور شادي الخطيب رئيس جمعية الطب التكميلي ساة صباحة ساة صباحة ساة صباحة سهلا وسهلا فيك دكتور شادي يعطيكم العافية طبعا يعني الصيادلة والدكاترة أنتوا هلأ جنود البيت جنود الرحمة اللي عم تسهموا حياتنا وعم تسهروا على حياتنا الحقيقة خلينا نبلش محضر بيئة تعقيمة الشخصية شو هي أهم وأفضل للمواد اللي الأشخاص ممكن يكونوا عم يعملوها بالبيت من دون ما يروحوا بحياتهم لطريق تاني يعني طبعا أول شي الشكر لكم الشكر لزملاءنا الأطباء وصيادلة الحقيقة اللي هنم في يعني الصف الأول لحماية المجتمع بالعالم كله من أخطار هذا الفيروس أو غيره من الفيروسات والجراسيم والإصابات والأمراض الحقيقة الفكرة اللي حكيتي عننا حضرتك المنتشرة فكرة أنه نحن لما منضيف مركبين لبعضهم ونحصل على مركب أكثر فعالية هي فكرة ما أنا صحيحة على الإطلاق اليوم نحن لازم نعرف أنه هاي المنظفات خاصة نحن نحن نحكي عن منظفات السطوح عم يصير خلط لبعض المركبات الكلور مع المبيض أو بعض المركبات اللي فيها خل مع مركبات كحولية أو مركبات كحولية مع مركبات الكلور دعنا ننبه لنقطة معينة وأساسية كثير هذه المركبات هي مركبات إما قد تكون أحماض أو مركبات قولوية تستخدم عادة في تنظيف السطوح أولا هي لا تستخدم للجلد على الإطلاق لازم نعرف أنه أي مركب لتنظيف السطوح هو ليس معد للاستخدامه على الجلد هو معد فقط للاستخدامه على السطوح خلط المركبات مع بعضها بقصد الحصول على فائدة أو فعالية أكبر هو خطأ كبير جدا لأنه بعض الأحيان خلط المركبين بيكونوا متعاكسين بالطبيعة واحد قلوي واحد حمضي تنتهي الفعالية تماما تصبح غير فعال مركب الناتج وبعض الأحيان المركب الناتج بيكون مركب مضر وغالباً بيكون مضر دعنا نضرب بمثال تشكل غاز الكلورين السام أثناء إضافة المبيض للكلور تشكل عنها مركبات هذه المركبات منطلق فيها غاز السام هذا الغاز السام قد يسبب أضرار على أجهاز تنفسي أكثر من أضرار كورونا نفسها دعنا ننتبه لهذا الموضوع بشكل كبير جداً الأمر الآخر أنه نحن خلط بعض المركبات التي فيها أمونيا أو مركبات التي فيها مركبات قلوية مع مركبات حمضية كمان رح تشكل علينا مركبات هذه المركبات سامة بالإستنشاق بالإضافة إلى ما عد فيه تأثير مطاهر على الأطلاق يعني اختفى التأثير المطاهر نتيجة تعاكس المادتين أثناء عملية الإضافة كحول مع كلور هل يجوز طبعاً لا ليش أنه متشكل معنا مركب بكلوروفورم السام واللي هو كمان سام جداً بالإستنشاق وبكميات صغيرة جداً عم نشوفك مع كحول مع خلي كثير العالم عم يحطوها مادة الكحول مع الخل كمان نحن عم نعزز التفاعلات الحمضية مع المادة الكحولية كمان عم يطلقنا غازات سامة هذه الغازات السامة عم تكون مؤسرة على الجهاز التنفسي خلينا ننتبه في بعض الغازات السامة ما نشعر فيها بشكل مباشر يعني هذا قاتل الصامت يعني اللي بيصير في عنا انتشار له بالجو بدون ما نحن نشعر بالرائحة بشكل واضح وبالتالي هذا رح يعمل تأثيراته السلبية على الأسناخ الرئوية على الرئتين على التنفس بدون ما نشعر فيه يكون ارتفع لمستويات الجو اخسارة سامة قبل ما نحن نشعر فيه نحن الغازات اللي عادة منشين مريحتها بشكل واضح نبتعد عنها وبالتالي هاي الغازات بتكون غازات خلينا نقول نحن واضحة عتبة الرائحة تبعة بتخلينا نحن نتجنبها أما الغازات اللي نحن ما نعرف انه هي منطلقة في الجو وبتكون موجودة وخاصة بالبيت الأطفال يعني بالمطبخ بأماكن مغلقة فانتشارها بيكون أكبر تأثيرها بيكون أكبر نتجنب على الأطلاق خلط أي مادتين في التعقيم لأنه نحن نرجع منقول هاي تفاعلات كيميائية المركبات المعاقمة هي ليست مركبات طبيعية عم نستخدم نحن لا هي مركبات كيميائية والتفاعل بين المركبات الكيميائية تفاعل وارد الحدوث وخاصة نحن ناخد مركبات مركزة عم بتم إضافة لبعض البعض تمام أكثر شيء فينا نقوم فيه نحن في المنزل هو التمديد نحن الكلور لحتى نحصى على مركب ممكن نعقم فيه سطوح لما يكون فيه عنا ما نمتوفر معاقمات سطوح الثاني أو مضادات المركبات المستخدم من نحن كمعاقمات توفر عنا الكلور ممكن نستخدمه على الملابس ما نستخدم الكلور كمان نحن تمانا نخسر الملابس يعني نحن اليوم في عنا كتير رشادات لازم نتبع اليوم الكحول على الجلد استخدامه ليس بهذا الشكل المفرط عم يصير في عنا نحن استخدام الكحول عنا مشكلة جفاف جلد بشكل واضح وكبير وعند الكثير من المستخدمين تخريش عم يصير خاصة الأشخاص اللي يصير في عندهم وسواس قهري بهذا الاتجاه نحن نستخدمه اليوم نحن اليوم نستخدم معاقم في الأوقات اللي يجب أن نستخدم فيها معاقم كثير مهم أن نستخدم مرطبات للإيدين وخاصة عند الناس اللي تستخدم اليوم المعاقمات اللي فيها كحول ولازم نعرف التعقيم اللي نحصل عليه نحن بحاجة لثلاث أمور أساسية أول شيء نحن ناخد تكيز المناسب بالمادة يعني اليوم كحول تحت الستين بالمئة لا يعمل تعقيم تمام اثنين المدة لازم يكون في زمن معين يبقى موجود فيه المعاقم حتى نحص على التأثير المطلوب على الجراسيم يعني نحن موت تحت الخمسة عشر لثلاثين ثانية لازم يكون على تماس مع الجلد نحن نحط المادة الكحولية وبعدين نمسح إيدنا بمحارم لا نتركها حتى تنشف تلقائيا لذلك هم مهم أن يكون في عنا مرطبات بعدها يتم استخدامها الأمر الثالث هو مثل ما أنا درجة التمديد اللي به هو التركيز اليوم معظم الأحيان فيه ناس بتمدد بشكل يعني بيخلي التركيز مخفض لدرجة أنه ما عاد فعال وتأثيره وتجنب الخلص وسيصا موضوع الكلور على التمديد دكتور ذكرت حضرتك أنه فيه نسب معينة للكلور بما أنه هو كتير أرين عنه أنه بتعقيم الأسطح مساهم أو بيساعد بالقضاء على فيروس كورونا المستشف هي المكسيموم 20 مليل اللتر 20 مليل اللتر المكسيموم هذا من التركيز دي ممكن استفادة منه يعني مقدار غطاء سبت البيت تمسك الغطاء طبعا موجود فيه على معيار الغطاء لكل لتر يمكن استخدام بطريقة يعني فيها فائدة ممكن استفادة منه في عملية تعقيم للسطوح مع تجنب الروائح وتجنب بمكان مغلق لأنه نحن اليوم أي تفاعل للكلور قد يكون سام للإستخدام ولازم يكون فيه قفازات نحن نستخدم القفازات ما نخلطه أبدا مع مبيض خلطه مع المبيض أو الفلاش أو هذه المركبات كثير سام أو العلم يحضروا رشاش بطريقة رشاش اليوم نرجع نحن عملية نحن نعقم سطوح أي سطوح تمسك ممكن تكون فيه احتمالية لوجود الفيروس عليها فضمن هذه الآلية ممكن تساهم بعملية قتل الفيروس أو غيره من الكائنات الحيل ممكن تكون موجودة أما اليوم لما بنا نستخدم هذه المركبات على تمسك مع الجلد أو مع الاتياب فنحن هنا ما نستخدم بالمكان الصح بالنسبة للكحول ونرجع بنقول استخدامه ديكون 60% درجة كحولية فما فوق للـ 60% للـ 75% ضمن الأشكال المتوفرة لنتركوا وقت كافي على البشرة ما بنستخدمه على بشرة الوجه طبعاً نحن نعقم الإيدين تمام؟ في كثير ناس يعقموا تحت الإنب أو شيء طلع كمان شرب الكحول بيساعد قطعاً نبهت من نظمة الصحة العالمية لا شرب الكحول ولا سنشاقوا يساعد فيه قتل الفيروس على الأطلاق نحن اليوم نحن 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 عن عادات خاطئة وجد أنه استخدام زيت السمسون للبشرة يمنع انتشار الفيروس كمان هذا الكلام ما نحن 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 نبهت عنه من نظمة الصحة العالمية لازم ننتبه لمصدر المعلومات ناخد دائماً مصادر المعلومات موثوقة للاستخدام الصحيح للتخلص من هذا الفيروس على السطوح ونقله عن طريق الجلد بالإضافة لأسائل المنع والحماية المعتادة عن نحكي عنها موضوع الابتعاد المسافة مثل ما شفنا بالتقرير كيف يكون المسافة تكون كافية متر على الأقل كيف لازم يكون في عندنا نحن التجنب التماس السطوح ومن ثم نقله حتى لو لمسنا كفوف ونحن مسنا سطوح فيها فيروس فمجرد ما لمسنا الوجه عملنا نقل يعني شو عمل الكاف الكاف ممنع الكاف هو وسيلة نقل صفا وبالتالي المهم أن نحن نتجنب تماس الإيد مع الوجه خلال خارج المنزل دكتور يعني فكرة كثير مهمة بعض الأشخاص عم بدخلوا مو بس يعني كان الفلاش والكلور حكيت عنه البعض عم بدخل مثلا ديتول مع ماي مع كحول عم بيقول أنه هذا هو هيك معاقم جدا ممتاز وثلاثين بثلاث بثلاث نرجع من أول شغلة عملية الخلط تفاعل كيميائي عم يحدث عنا عم تشكل عنا مركب هذا المركب سم طيار ممكن نشعر فيه ممكن ما نشعر فيه هذا السم الطيار عم بيأثر على أسناخ الرئوية عم بيأثر على التنفس عم يعملنا مشكلة كبيرة وخاصة مع حالة تراكمية بعض الغازات اللي بتكون سامة جدا غاز الكلورين تشكل الكلوروفورم تشكل خاصة معظم المركبات الموجودة يكون أحماض هذه الأحماض عم تتفاعل مع المركبات أخرى عم تتحرر هذا الغاز للسام وبالتالي خلينا ننتبه وهذا الموضوع كتير خطير في بعض التفاعلات تظهر قدامنا نشوف تفاعل في تفاعلات ما تظهر قدامنا في تفاعلات تكون نشعر الحرارة يعني في بعض المركبات ضفناها لبعض البعض بترتفع الحرارة بشكل كبير جدا ممكن لا نشعر نحن أنه رفعت الحرارة هو التفاعل ناشر الحرارة ممكن يعمل حرق للبشرة ممكن يعمل حرق للجلد ممكن يعمل حرق الملابس ننتبه عملية الإضافة لبعض ونبعض هي مركبات كيميائية نحن ما عنا خبرة خاني أقول بالشكل العام نحن ما عنا خبرة ما هي تكل مركب وما منعرف شو المركب بدون انتوش فما نشتهي اليوم المختصب يعرف بيقلك لذلك عم نقول التفاعل المركبات اللي فيها الكلور مع مركبات أخرى تحرر غاز لكلور السام هذه واحد مركبات حمود مع قلويات تعدم التأثير في مرات يصبح تأثير سام نوصل لتأثير سام بمعنى أنه مضيف مادتين لبعضهم تشكل عندي مركب سام جدا على الجلد وضربنا مثال الكحول مع مركبات الكلور تشكل عندي كلوروفوم وبالتالي نحن اليوم أي إضافة بدون استثناء تشكل عندي مركبات هذه الخلطات ببداية أزمة كورونا المستجد بلشنا نشوفها حتى صارت صراحة كم حالة وصلوا للمستشفيات والوفاة لحتى العالم دق عند ضاقوس الخطر بالموضوع الخلطات التي يعملونها بالبيت في موضوع الكحول ذكرت حضرتك أنه لازم تكون النسبة 70% أقل 60% وفوق في عالم يقولون أن الكحول 95% هو أفضل شيء يستخدمه دعونا نوضح هذه المعلومة كحول 95% هو كحول مركز استخداماته مخبارية الكحول اللي نحن بدنا نستفيد فيه في قتل هذا الفيروس وغيره لحتى يمنع وجوده هو النسبة عالة بين الـ 60% والـ 75% هناك الكثير من مستحضرات في الأسواق موجودة يوضح أن النسبة لدرجة الكحولية 60% 62% 65% 68% 70% إلى آخره اليوم هناك نسبة متعددة موجودة في الأسواق ومستخدمة الاستخدام الـ 95% لا سيعطينا فائدة أكبر ويكون هناك مشكلة أكبر بالتماس مع الجلد لأن عملية تمديده يكون أخف تأثيره على الجلد أخف تخريش نحن يوحى حتى يخرج التنفس هناك الكثير من الناس أنا رأيت في بعض يستخدمه يستنشقه يضع حوالي الفم حوالي الوجه هذه كلاهية مانا أجراءات صحيحة التعقيم الأساسي قولا واحدا حسب رشادات منظمة الصحر العالمية التي ذكرتها من خلال الرد على الأشياء الشائعة بالعالم بالسوشيال ميديا أو شيء فقالوا أنه أهم شيء التعقيم والاستخدام للماء والصابون حتى في أحد الأسئلة في حال اختفر هذه المعاقمات من السوء في مشكلة الجواب لا استخدام المعاقمات نحن بالنسبة أن وسائل بالماء والصابون هي الوسيلة الأهم وخاصة إذا كنا نحن نستخدمها بطريقة صحيحة اللي هي كل الإيد تماماً يوصل هذه المادة لحتى نقص وعشرين ثانية بالحد الأدنى لحتى نحصل على أن نحن تخلصنا من هذا الفيروس ويكون فيه أبداً يعني دائماً انتباه لفكرة أنه نحن 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 نممكن كل الناس ممكن يكونوا مرضى وأنا الصحيح لذلك بدي انتباه بموضوع التماس أنا وفاية على البيت كل الاتياب اللي أنا لابسهم ممكن يكون معرضين أو فيهم هذا فلازم نحن بمكان في أوشمس ما يكونوا موجودين بنتناول جميع ما نقول العدوى لضمن البيت إذا ما بدنا نغسلها بشكل دوري يعني ما كان اليوم نحن نعمل غسل الاتياب تمام دائماً انتباه لفكرة أنه الكمامة مبضل على طول يعني نحن اليوم بدنا نبدل عملية لأنه هذه ما عادة تصالح الاستخدام الكفوف ما هي وسيلة خلاص حمتني لأنه أنا مثل ما قالنا الكفوف موجودة لما سطح مصاب حطيت الكف على وشي على أنفي على عيني فصارت الإصابة نقلت الإصابة تمام وبالتالي هذه التفاصيل نحن نعيشها أما اليوم المغالاة في الموضوع لا سيقوم بشيء إضافي لا سيحميه زيادة قولاً لا سيقوم بشيء ممكن نجيب ضرر لا يقوم بشيء إضافي اليوم سوف نرى كثيراً صار عندنا جفاف جلد حاد نتيجة استخدام مركبات الكحولية لازمنا لازمنا مرطيبات جلد في هذه الفترة لا يوجد مانع أبداً ديكسابنتينول المركبات التي فيها زيوت زيت الزيتون هذه المركبات في البيت لحالنا نستخدمها لحافظ على حيوية البشرة لأن البشرة يجب أن تحفظ الترطيب بقلبها حتى يبقى نظارة وظلم موجودة بشكل جيد نصائح إن شاء الله يا رب الكل يكون استفاد مننا وسمعه واللي ما حضره يقدر يرجع العافي للجميع وإن شاء الله فعلا رح تمر هذه الأزمة ونرجع لحياتنا الطبيعية إن شاء الله شكرا لك دكتور شادي للمعلومات التي قدمت لنا ياها